موسيقى 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 بعدك طيبة وعلى قائد الحياة والناس بتحبك وبتحترميك هيدا مصرياتك هيدا مصرياتك معك رح ننتقل نحن وإياك مواضيع كتير رح نتحدث فيها اليوم وبصراحتك المعهودة رح نتنور مواضيع الناس تبعتها وشافتها إن كم بلبنان الوطن العربي أو بالعالم وناخد رأيك بإشها شوي خارج نطاع الفن يعني نشوف كمان سمير الملحن الفنان كيف بيفكر به هيدول المواضيع كذا بتطلعيني من نطاع الفن لأنه زهقت زهقت رح نجرب قدمة فينا مش ممكن ما نحكي شوي عن الفن هلأ ما نشوف ننتقل لأول موضوع أظهرت برقيات مسربة من السفارة الأمريكية النشر موقع ويكيليكس إنه الزعيم الراحل معمر القزافي أثار ذعر نووي لمدة شهر تقريبا عام 2009 من بعد ما أجل عودة مواد نووية مشاعة لروسية بتقول مذكرة إنه القزافي ترك اليورانيوم العالي التخصيب بكمية اثنين كيلو ونص ومن دون حراسة بمنشأ التجراء قرب طرابلوس وأضافة نيويورك تايمز إنه الولايات المتحدة طلبت سحب هالمواد من الحاويات الموضوعة تحت الشمس الحارقة يلي كان ممكن تسبب تشققات بالحاويات وتسرب نوويه وكان المؤرر نقل سبع حاويات من الوقود النووي لروسية للتخلص منها بطيارة متخصصة بإطار تعهد القزافي تخلي عن فكرة برنامجو للأسلحة النووية ولكن ليبيا رفضت أعطاء الإذن للطائرات بالإقلاع وتركت البراميل على المدرج مع حارس واحد وكلها شي لأنه بلدية نيويورك رفضت إنه يحط خيمة قدام مبنى الأمم المتحدة أثناء زيارته لإله دي برأيك رح نسمع بعض أخبار عن القزافي لسنين لقدام هالشخصية رح تظل هيك معلمة إذا بدك بتاريخ العرب ده مش كتير لأنه حيطلع كتير قزافي بعد طول ما الشعب كما تكونوا يولى عليكم طول ما شعبوا مين حطوا ومين تركوا بس شوية استفز الشعب شلو شعب نايم برأيك الشعب اللي شير القزافي مين بيجيب القاضي كيف بيجيو الملوك والقاضي كيف بيجيو وإذا أراد الحياة الشعب يوما فلابد أن يستجيب القدر دني بيقلبها مأمنوا هي بهاك مين شالوا للقزافة مش اللي صنعوا برأيك هو اللي شالوا مين صنعوا الغرب مثلا بس الغرب بس يقوم الشعب ما بق فيه يعملوا شي حسنين بارك مكان سيناعة الغرب بس شافوا المظاهر المليونية قالوا له تنحها خلص الشعب ما بقعد ويه أنا عم كون محام الشيطان نعم عملي اللي بدي كين اوكي كمين المصالح الغربية سامير بتتقلب وتتغير مية بالمية فيكون احترقت ورقته مثل ما بيقولوا باللبناني لا ما فيه أحلى منه كان بس ما قدر كماش الشعب خلص كانوا ينصحوه يقولوا له انتبه الشعب يقول له أنا بعرف هذا الشعب بعرف كيف بعامله وكان كابته طيب فيه 80 مليون نسمة بمصر كان فيه مليون عايش و79 مليون مدعوسين لا يمتين طولوا كتير أصلا أصلا بيّنوا انه جمال بالصبر وحيطلع كتير أمثال الزافة بعد وحنشوف أكتر يمكن هو حنترحم عليه طول ما الشعب ما بيحاسد كل ما الشعب جاهل ما بيعرف شيء كل ما بتقمعه كل ما هو بده يرضخ لك وأمرك مولاي بقى أنا الأوان أن الشعوب تصحى بعدين اليوم ممنوع اليوم فقير هو فقير العقل اليوم ممنوع بوجود اليوم الانترنت وبوجود العالم بين يديك بيقول له جوجل جوجل طاق تطرح السؤال بيجيك فيك تشوف فيك تطلع فيك تجيك بس نحنا شعوب تعودنا على الانبطاح تعودنا على التبعية صرنا نخاف نحنا شعوب نخافوا الحرية نتكلم عن الحرية بس من خافها من خاف نقرب عليها من خاف نغير بدنا الحرية تجينا على طبق منفضة مع جاط فوكي ما بدنا نعمل أي مجهود لنأخذ الحرية ومن خاف دايما وعطول منها تلهم إنه لأ إذا نحنا عملنا هيك لا 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 ما بدنا نزع محسوبيت وحنظل نكون قتلة وحنظل نتبهدل وحنظل نرجع لورا وحنظل نقول الآخ طب القذافة لأنه منعوه يعمل خيمة بتاع فوق عمل هذا الشي النووي كان هدد وصار تسرب وكذا برأيك القادة العرب عندهم شيء من الجنون لما ببلش يتسرف وبيلاقي كل عالم أمرك مولاي ببلش تعقله ببلش يجي أفكار جهنمية بقول خلاص أنا المهدي المنتظر ما حدا عبي حاسبه ما فيه ولا زلمي كان يقف بوجه يقول له لا من اللي تحت عيده ونزول لآخر واحد الشعب أكيد بدي يوصل لمرحلة الجنون وأنا بعزره أكيد ما أنا لما بدي شوف ملايين من بطحة على الأرض عم تقول لي أمرك مولاي يعني أنا الملك يعني أنا بده ينسى للحظات أنه عم ببده لأنه ما رح يصدق بينه وبين حاله أنه أنا الشخص الوحيد قادر أعمل هو في جيشة وكلهم قادر جندهم يقتلوا أهليهم وكدعوصوا أهليهم يعني أنا شغلة كتير مهمة بده يطاق عقله مين اللي يطاق عقله بلبنان السياسيين الزعماء أو الشعب اللبناني طاق عقله دايما الحق على الشعب دايما الحق على الشعب الشعب هو اللي بقرر الشعب إذا ينزل عالطريقه بيرفض التجديد لن يجدد لهم حينصاعوا لأوامر الشعب غصبا عنهم بس الشعب بده هيك خلص شعب نايم سعب سكران مخدر مخدر إيه مخدر وعد رح ننتقل للموضوع التالي يلا حبوب من الحمل للشباب آه ليش لا ذكرت دراسة طبية إنه نسبة تعاطي حبوب من الحمل بين الشباب العربي مرتفعة جدا وهالحبوب يلي تستعمل لدى السيدات الغير راغبات بإنجاب الأطفال أصبحت زيت شعبية واسعة عند الرجال العرب والسبب إنه منى بحاجة لوصفة طبية ومن نتائج الحبوب إنه بتحسن مظهر الجلد وبتوقف نمو الشعر بالجسم وبتساعد على نمو العضلات وخاصة عند منطقة الصدر وهشي لأحتواءها على هرمونات أنثوية الأعراض الجانبية اللي بتسببها الحبوب إذا تنوال الإنسان لمدة طويلة ممكن تكون بسيطة أي خربطة بالهرمونات ولكن ممكن أيضا تسبب مرض السرطان إذا استعملت لفترة طويلة ومن دون سبب طبية موجب هل أهمية الشكل الحلو صارت بتحرز الخطر يلي بتسببها الحبوب ظاهر إنه إيه؟ والدليل نسبة مبيعاتها العققير المرتفعة شو مشكلة شبابنا العربي بالمطلق؟ أنا عملت غنية زكرت فيها وفي ناس هاودي بيشغلوا بالي عندهم جسم لكن ما عندهم راس أغلبية الشباب اللي بتلاقيهم ببلشوا عضلاتهم تنتفخ زيادة عن اللزوم وببلشوا يتضخم جسمهم بتلاقيهم عقلهم طائب بتلاقيهم ماشي على الطريق وعم برقوس اكتفاته وعم برقوس صدره فائد عقلاته بس لفاتتلي نظرة ها قصة منع الحمل عم بتناولوا الشباب كثرت أشباه الرجال نحنا جايين على جيل أنا قلتها بأحدى الحلقات قلت الله يسترنا من الجيل اللي جاي وجيل اللي بعده وأعتقد بأن الشيطان سوف يخلق في الجيل اللي جاي هادي من علامات آخر الدنيا هادي بيقولولا هني بي لما بتجي بتحكي معهم بيسمعونا عم نحكي اللي بيتحكوا علينا لك هوا من بعدهم هني متطورين فكريا هني كتير متمدنين هني عدوا مرحلة نحنا بقى بدنا كتير تنوصل شباب مغرر شباب دحكين عليه شباب أصلا ما هاي نرجع منلف 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 منطلع 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 منرجع للقمة مين على رأس هادي الشباب مين ها بيثقفها لاش أي رئيس أو ملك عربي هام مؤمر الشباب مزبوط بأميركا إذا بيشوفوا طفل ما عطيه قدام وهو لازم يقعد وراء وتحطيله السنك بيقشتوك بيقولك أنت لست جديرة أن تربي هذا الطفل وهذا ابن أميركا منه ابنيك إذا بدي أحكي على صعيد العائلة البي الأم شو مشكلتهم الأهل صاروا إن كان باللبنان وإن كان بالوطن العربي يعني تربية إلى أهمية عالية جدا طبعا عالية جدا ما فيش زعيم عربي إلا ما قاله 50-60 سنة 50-60 سنة يعني مربة ثلاث أجيال يعني في بي وابن وابن ليش ليش تربية العرب عبيفلو ليش نحن عم نقول شباب اللبناني ده يخد مثل لبنان ليش عم نقول شباب اللبناني عم بهاجر لي عم بهاجر مين عم بهاجروا الزعماء عم بتهاجروا صح مش تركت له فرص عمل 42% بطالة عم بتحب شو فيه 42% طب هدا شو بديو عميل بيقول له فل بطريقة كلاس غير مطرح بيقول له فل بالكرباج غير مطرح بيقول له يا بفل يا من قتلك بقى اليوم في مشكة بدول العربية بديو يصحى الشعب برجع بيقول لي كلهم هاو الحكام مخصن أنا إذا صر لي اتفرعن على شعب بدي اتفرعن الحق عالشعوب الشعوب لازم لك هاي الكلمة اللي هلأ بيكون عم بيسمعنا بقول لها دعبة فلسف صدقوني رح انضل نيكل قتل ورح يضل السحسوح برقبتنا طول ما نحنا مواطين رقبتنا طول ما نحنا منخين رقبتنا وسامحين ناس سحسح لنا نحنا عنا كذبة ديمقراطية تفنيس قارمات ما كاتب هاد حقوق الانسان هدي حقوق المرأة وحقوق الحيوان بس كلهم هادو جوع بكشوا دبان ما حدا منهم عبيشتغل بقلب بكتب حقوق المرأة تنتهك المرأة بقلب بكتب حقوق الحيوان ينتهك الحيوان ما فيه ايمان نحنا نحنا منحب المظاهر نحنا شعب منحب المظاهر مصبوط نحنا شعب معالين من خير وهاك وماشي وعماشي اي ونحنا ونحنا لعمرنا هالبلاد ونحنا عمتها وبلدك يا أخ عبي دمره نحنا كتير منتفلسف نحنا شعوب تتفلسف بس ولا واحد مننا بيحب لبنان وكلنا منحكي بلبنان وكلنا منتغنى بلبنان يا دا شوف الشعار شو بيكتبوا عن الارز شوف السياسيين هيدا لبنان أولا هيدا لبنان آخرا وهيدا الله ولبنان وهيدا ما بعرف شو واخرة نهار بس يعدوا على الطاولة بقصبوا لبنان مثل قيلة بالجبنة بيتنتشو وبياكلوه مهم الجيب ونتكون ملينة وتصبحوا على خير والقاضي راضي سمير مواضيع كتير رح نتنوالها طبعا حديثك يعني مشوء جدا بس رح نتوقف مع أول بريك بدي ذكر المشاهدين أنه عنويننا على سوشال ميديا تويتر انستغرام وفيسبوك عم تمروا قدامكم على شاشة حتى نحن من خلالهم نتواصل نحن وياكم بعد البريك سفير مقابل الإرهاب وقول يا ملك بريك ومنرجع نرجع معكم مشاهدينا مع الملحن لأستاذ سمير صفير بحلقتنا الليلة الأكثر من رائعة طبعا بدي ذكركم أنه أنا لابسي أكيد ومجرسة شخصية معامل قذافي الله يرحمه اللي من بعد حتى موته بعد فيه أحاديث حوله وبعد فيه ناس بحبوه بليبيا يعني بعد عنده شوية ناس هدولة ماشوشيست بحبوه العذاب فأدوه ايه فأدوه أولاك راح ننتقل لنشوف أول موضوع ثلاث أسابيع مرت على خطف السفير الأردني بليبيا سيد فواز العيطان وبلشت المفاوضات مع الجهات الخاطفة لمبادلة السفير بالناشط المجاهد الليبي والمحسوب على تنظيم القاعدة والمسجوم بالأردن ويدعى محمد سعيد الدورسي يلي كان قلقي القبض عليه من سبع سنين تقريبا لأقدمه على التخطيط وتنفيذ عمليات إرهبية بمطار الملكة علياء الدولي الأردني وأعلنت الحكومة الليبية الموقتة أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل الأردنية لأتمام التبادل بين السفير والإرهابية كما أعلنت الحكومة الليبية عن اتصالات غير مباشرة أجرتها مع الجهات الخاطفة من دون ما تعطي تفاصيل هالسابقة ممكن تفتح باب جديد للمنظمات الإرهابية يلي ما سبق أنه قامت أي جهة رسمية بالعالم بالتفاوض مع الإرهاب وطبعا هالشي لعدم أعطاء زرائع للأيام بعمليات خطف وتبادل هيا أول مرة بتصير لا مستنظري هادي لأقلك لا مستنظري من إني هدول الأرهابيين هدول أفراد من الشعوب العربية أفراد من اللي انتحنوا أفراد من اللي انمعست كرمتهم أوقات أفراد من فقر وتعتير إذا كان سعودية فيه بالسعودية ملجأ أغنى بلد بالعالم ممنوع يكون في فقر وهلما جرى من الطبيع هدول يطلعوا إرهاب وإذا ملاحظة معا بيعملوا معا بيمرسوا الإرهاب على إسرائيل أو معا بيمرسوا الإرهاب على أمريكا أو على دول الغربين تقل الإرهاب هلأ سرعا يمارس على الدول العربية ليه برأيك لأنه وجهوا إرهابهم للمكان الصحيح للمكان ما بيوجعهم هني هدول موجعينهم أنا ماشي بعطي مثل كتير بسيط أنا أعطيت نظرية من مدة فيه ناس صارت تحكي أنه شوها النظرية وبعدني مصر عليها أنا إذا بتطبق أبصم بالعشرة إنه ما بيوجد فيه فقير بالعالم العربي فقير واحد 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 ما بيوجد فيه فقير شو؟ بس ينشؤوا صندوق عربي ويلغوا وزارات الدفاع من تسليح ميزانية وزارات الدفاع ميزانية وزارات الدفاع السعودية مثلا صفقة واحدة كانت 60 مليار للأف 16 لمين لأف 16؟ السعودية لابد تحارب ما عنده حدا تحاربه لشو سالف 16؟ هادي صفقة وما بالك بقى والقطاريين والأوربيين والخليجية والقطاريين والتمويل هادي تمويل الإرهابي لا يروحوا يقتلوا بعضهم هالملايين المليارات الدولار تلعبت لانت فعزت لهم حط بس ندي وبتنشأ بكل دول العالم العربي مستشفيات محترمة تستقبل العالم مجانا تتحكم وتنشأ مدارس مثل الخلق تصقف الناس وتعلم الناس أنا أتحداك أصلا إذا بعود في إرهابي الإرهابي اليوم 80% من الإرهابية وصالة يحطيله 20 ألف دولار بجابتو بكب البرود بروح بدي يصرفون لشو بدي يأرهب؟ ديني بلشت من الشرق الأنبياء إجت بالشرق النور سطع من الشرق ها؟ طلع اليوم بالشرق بعضهم يادين على الأرض وحالتهم حالة والغرب طلع بعد الشرق إجا الغرب أخذ الأشياء القيمة طبعا الشرق وطلع على الأمر ونحن بعضنا يادين على الأرض عم نتفرج بما أنه عم نحكي عن الملوك راح ننتقل لنشوف ريبورتاج جديد نشرت مواقع تواصل اجتماعي صور مستوديوات الـ LBC بأدمة لوصول النجم العربي سلطان اقترب جورج وصوف للأستوديو للمشاركة بتصوير حلقة خاصة بتليفزيون الجديد وإحدى الفضائيات العربية وصول الوصوف للأستوديو كان مجرد تمرين لتصوير الحلقة الأساسية من المعروف أيضا أنه انطبع بطاقات خاصة وعددهم خمسمية للجمهور يلي رح يوصل من كافة الأقطار العربية للقاء الوصوف ورح تنوضع شاشات عملاءة خارج الأستوديو للناس يلي حبيني شاركو هالحلقة الخاصة يلي رح يقدمها الإعلامي ليشان ومن إخراج طوني أهوجة رح تكون بمسابة دواء لكل محبين الوصوف يلي مقطعوا عن رؤيته لمدة ثلاث سنوات بسبب حالته الصحية مبروك وصوف وإن شاء الله الرجعة تكون خير وبركة برأيك عن جد رجع الوصوف دكي بدلك شغلة جورج وصوف حالي كانت حالي غريبة يعني أنا بقدر إليك من 20-25 سنة لما كنت بعز عطاءاتي الفنية ومارس الفن كنت لما بدي أتمتع واسمع حدا عبيغني روح أقعد أحضر جورج وصوف أعمل ثورة بالعالم العربي من حيث الأغاني من حيث الشخصية من حيث الكاركتر رجع أو ما رجع جورج عنده كريدي بعد بيمرو أجيال كتير حتى لو من هلأ ما عد رجع فالقرف الجورج وصوف لا ينتصم لذلك أنا دايما أنا بقول مش المهم الفناني يقدم أغاني تهيكون موجود ممكن يقدم غنية بحياته كلها ويكون موجود بقوة بقى هذا الشخص لا يقيم بحفلة أو ألبوم أو غياب أم كتسوم قديسر لما مفرقتنا جسديا عبد الحليم قديسر لما مفرقتنا جسديا عبد الوهاب قديسر لما مفرقتنا جسديا الرحيب نقديسر لما مفرقتنا جسديا موجودين بقوة معنا كل يوم بالنيتكلبات بالمطاعم بعدهم لهلأ عم بيزحموا نجوم المديرن الموجودين برأيك شو بيميز جورج وصوف صوته أدائه كاركتيره كيف بيغني هاو كلهم يختصروا بدمه إذا بتسحب من دمه الليترو بتحلليه بتلاقيه فن positive فن بدمه الفن بأروقه الفن سمي بسلطان الطرب لا لأنه كان سلطين يعني كان لما بيغني هو عم بيطرب نفسه ما كان يضحك على نفسه كان إنسان طبيعي ما كان يتقلق إنه هلأ أنا بطلع المسرح وبعمل هاك وبعمل هاك إنه العالم ما كان فرقاني معه حدا كان يطلع يقف على ستاج وغني وغني ينبسط لدرجة إنه ناس اللي بوجه تصدقه وتسلطنه وتنبسط صار مثل المورفي جورج حاجة صوته كان وفنه حاجة جورج وصوف هو أكثر من أساء لنفسه نعم نعم وللأسف أنا دايما أنا بقول ما حدا بينهي شخص حقيقي فنان إلا هو نفسه برأيك هالحلقة اللي جمعته مع الإعلام الزميل من وجهله تحية نشان مين مستفيد من هالحلقة أكتر نشان أو جورج؟ طبعا نشان نشان جورج جورج منه بحاجة لهذا الموضوع إذا بدك توجه له نصيحة لجورج ولا عم يحضرك أو مش نصيحة كلمة من قلبك هيك شو بتقله؟ قديسة لك ما شفته أول شيء؟ كتير كتير أنا إذا بدي أقله كلمة بقله أنت لأنك بتقدر الفنان المظلوط طبعا يعني بتحكي عنه من قلبك للفنان المظلوط هو بيعرف أصلا قديش بتحكي من قلبك عن المش فنانين مظلوطين ومتعدين قدي بتقدر الفنان المظلوط أنا بقول دايما الفنان الحقيقي إذا كان فيه مشكلة بينه وبينه شخصية تنتهي بسرعة والفنان الحقيقي إذا لا بعرفه الله بيعرفني بس نلتقى هيك أول دقيقة بيصير فيه كليك مش طبيعي بينه وبينه لأنه الفنان الحقيقي مفتوحة الأبواب قدامه وعنده مفتيح لألي بيفتحني ضغري بفوق والفنان اللي مش حقيقي لو كان من أعز أصحابي أما بيجي سير تلفن خط أحمر خط أحمر خلاص لذلك كلهم صار يعرف هذا الموضوع أنا بقول له لجورج اشتقنا لك كتير الله يكون معك ويا رب ترجع لصحتك أمين و الله يكون معك أكتر من هيك مرحله نحن كمين أكيد منه جهله تحية لسلطان الطرب مشاهدينا رح نتوقف مع بريك من بعد البريك لبنان أخضر كان وفاشن والريد كاربيت بريك ومنرجع نرجع معكم مشاهدينا بحلقتنا للليلي من برأيك بذكركم بعناويننا على السوشال ميديا انستجرام فيسبوك وتويتر سامرين نحن مكملين معك هلأ كمان عنا موضوع مهم يتعلق بلبنان وبالبيئة اللي ما احنا بيحكي فيها باي باي البيئة ما نشوفه بتوقيت مشبوه حريق ضخم شاب بأحراج قضاء بعبدة وبالتحديد من ويدة شحرور لبطشاي وصولاً لبعبدة واليرزي ولمس حدود الأصل الجمهوري الحريق يلي اشتعل قبل التوقيت العادل للحرايق بأشهر بحط عدة علامات استفهام حول كيفية حدوثه وهل هي أسباب طبيعية أم مفتعلة درجة العاد اللبنانية إنه إذا حدا عنده عقار وبدو يعمر فيه ومناعته البلدية بسبب وجود أشجار معمرة إنه يقوم بحرقه عمداً بعد وقت قليل بينعطاء له التلخيص كيرسي بيئية حلت بيقضاء بعبدة ونتيجها رح تظهر قريباً والتوقعات بتقول إنه الأتوستلات العربي يلي بيمر من هالغابة يلي مناعته الهيئات البيئية رح يشئ طريقه من قلب الرمات وغيبة الرهبان الخضرة والمعمرة رح يتعمر بديلة طرقات وبنيات وإذا كمل الوضع هيك باللبنان الأخضر رح يصير إسلم ولكن على غير مسمع البيئة ما بعرف ليه هي أكتر شيء يستخف ويستهام فيه باللبنان حتى وزارة البيئة هي اللي بيرصدولها أقل مبلغ ميزانية بين الوزارات كلها مين المسؤول برأيك عن هالحراية مين المسؤول بيئياً عن الوضع باللبنان يعني نحنا مستخفين فيه ما بعرف يعني ما بعرف مسؤول ستة ستة مسؤولين ستة ستة أنا الله يرحب آه ستة كل مسؤولين آه ستة مسؤولين حرام لا هدول الرؤسة والمسؤولين مع بناموا الليل لما شاب الحريق كانوا حاملين سطولة وعلينا عم يطفوا ما فيك تتهميهم بالشي هدول ما خصون هنendsو بديو همولدو الند Richtung الدراسية بديو هثمولك بالطبابة بديو هتهمولك بالطرقات ووديو هثمولك الطوافنات ووديو هثمولك بالمجرير ووديو هثمولك بالكهرباء跟大家 بالتليافي تحلوا عنهم للجماعة بقى ما تركون يعرفوا سألوهم مرة بالفرنسي وكانوا مش تمامين بمطعم عم يتعشوا قالوا له قالوا لهم صرخوا كلهم هيدول جماعة جايين ينهبوا وانا مطرحهم بنهب معهم لانه اصحاب الحقوق ما حدا عم بيحكي اليوم انت اذا عندك بستان وانا عم بيهر الفواكي عم تهرى على الارض وجيت انا قطفت او جيت قطفت البستان ومفتحت تمك انت كل سنة بدي ايجي قطفه واذا بشوفك انت عم تقطفه بدي اضربك يعني انا معوض قطفه هيدا ما خصك تقطفه سؤال برأيك الشعب اللبناني مش كمان هو هرهر يعني طب تعالى ما هرهر ما عمل عمل يعني جرب يحكي كلمتين لا عمل حرب اهلية تخانق ببعضه ما هادي هادي شغلهم هن ما هني عملوا هيك بس نحنا تران فرتيل ارض خاص بلا نتخانها لانه هني عملوها هيك ام تيم الانوعة ونبطل نخلوني نفزوا مخططاتهم طلعي باللبناني بمختلف طواقف وبرات لبنان قاعدين ببيت ما فيه الاز منهم عم يشربوا كاس مع بعضهم وعيشين ومبسوطين وبأحلعاليتهم ما حدا فيهم عم يحكي سياسة عربعاتهم خل يركبوا بالطيارة ويجوا ويفوتوا على المطار بيروت بس يفوتوا على المطار بيروت ويطلعوا ببعضهم يحكوا طائفية ايه المناخ مهي لبنان الاخضر طب انا كنت هلأ بالسويسرا كرهم بوقت كل شي فيه خضار فيه بالبنان مضبوط كذبة نحنا بيت الرحاب نقد مفنن وشارن كان كبير وكانوا شايفين لبنان عيامهم نيال قلبهم قدروا شفوه هيك كانوا شايفينه اخضر وغنوه نشروا خلوا كل العالم تعرف لبنان من عبر غنية اليوم الفنانين الموجودين مني وجر والسياسين الموجودين شو نشروا بعدين اكتر شي بتقطي متضحك بس اسمح هدول الشاوس عبين تقدوا غنيتي لما بقول فيها وفي ناس عقلهم كو متزبالي مالهم دواء اللي عصر كناس في ناس مفس شعورة هيك تقولك لأ قولوا شو كلمة زبالي ذي الجار ذي الجار كلمة زبالة هي على اساس يعني قاعدة بمطرح مثل الامريكا يعني بيحطوا كياس البلاستيك بالحال والحديد الحال وزبالة سطولت زبالة بايطاليا بتتمني تقدي تتصوري انا تصورت حد سطولت زبالة بقلوانها كأنوا عايشين هيك وعن بجي انا حكي ما زبالة فاتت بدينيكن زبالة حوليكن زبالة الفكرية وزبالة الاجتماعية وزبالة الجنسية وزبالة الطائفية وزبئ ولك الزبالة اكلتنا ولك صارت الزبالة مستحية مننا حدا بيعمل على البحر جبل الزبالة ولك الدول عم تتشك علينا ما وراء زبالتنا وبيجي بيقلك عن جد بتقطون المدحك عايشين 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 بزمن آخر هيدول قرطين بهلي وهيك مدرب بشو بيحلموا انه قولها انه فيلجار 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 شو فيلجار يا طانت ليه ما بتعمل غنيا عن البيئة بعدين انا بستغرب يعني انا هلم عمر عندي بيت بقدمة ولكي بموت بموت لقي هيك شقفة اطراب فاضي لقى حط شجرة لشوف منظر شجرة قدامي بدفع الشجرة بلاوي اللي حتى تطلع شو الجاي عمر بيت عمر بنيه فيه حرش حواليه مقهور منه ايه بحرقوا ولعمي عم ندفع مصاري تنحط شجرة لأن الشجرة ما بيجي بتجيلو بتحب الامرأة اللي عندها فارم انا بحب الامرأة الجميلة انا اعشق الجمال في ناس غريين عني فكرة اني انا ايه انك بتكره النساء الحلوين بالعكس انا اعشق النساء الحلوين وعندك غضب تجايهون بالعكس انا انا بعشقها رغم كل سيئاتها وفكرة وكليباتها الابحية انا بحب صوتها ومخفورة خطاياها هي بكل وحدة صوتها حلو تعمل بالضيئة بس على اليه لابتطيني صوت حلو لكن اليوم اذا اذا هالانسان هي شاطرة بالقلب بتزرع قلب مزبوط وعندها سيئات كتير بحيطة وانت عندك ولد بعيد الشرق الف مرة بيتزرعق له قلب شو بتكون بالنسبة لليك هاي منقذة بتكون هي اانا بالنسبة للي الصوته حلو او بتغني حلو بتعمل اللي بتديي لان انا هويت الفن اعشق الفن اعشق الصوت الجميل والعصف الجميل وكل شي فيه ابداع لذلك انا ما عندي مشكلة تعمل اللي بددي بس انا عندي مشكلة مع واحدة نشاز او عم دها اعمال مش حلوة ما عندي مشكلة معه بس شوفها عم بتغني وعم بتنشيز اوف درو باريمور وأنا وينتر درو باريمور هنا كانت حامل مارك جايكوب من أحسن؟ أنت مرسي أوكي خلاص ناكس جيوب فيكتوريا باكهاموريهانا سالين أنا بحب ريهانا ريهانا بتحب جرأتها بفنها جنونا وصوتها بحبها طبعا قليل أصلا كتير قليل هن الفنانات الأجانب اللي ما عندهم صوت بيغنوا ليه لأنه الشعب بيحسبون ضحافة بتحسبون مرسي يعني أنت بتحب النساء الجميلات أكيد يعني بيكون نساء مش طبيعي لما بيحب لنا المرة الجميلة ما هي أنا لما بيستوحي فني من شو بيستوحي بيستوحي من أمرأة جميلة بيستوحي من منظر طبيعي جميل خلقوا ربنا بيستوحي أكيد الجمال الله بيحب الجمال الله الله سبحانه وتعالى الحريات اللي بيصوروا لك إيها جميلة بفتلكش حرية بشعة لذلك الله بيحب الجمال وأنا بحب الجمال بس أفهم غلط أنا يعني مش يعني إذا أنا عم بحكي عن وحدة حلوة وبتنشيز يعني أنا صر طد الجمال لأنه العقل العربي مريد مرة صوروا عقل العربي لقوه هيك شابه مرة عم بيعملوا سكس شابه مرة عم بيعملوا سكس شابه مرة عم بيعملوا سكس عقله متفوكس على السكس العربي بيكون عم بيشتغل إذا بيلمح شي هيك بيهزه جنسيا بطار كل شي من راسه ونهبل ما عادي يقدر ينفكر بشي هاي مشكلة العلم العربي بقى مش يعني أنا إذا عم بحكي عن إنساني مثلا حلوة وما بتعرف تغني يعني أنا أكره جمالها لا بالعكس إذا أنت حابب جمالة أنا ما عم بيحكي عن جمالة عم بيحكي عن صوتها إذا أنت مخليك جمالة ما تشوف صوتها أنا هوايته مخلتني شوف صوتها تميز هاي لذلك أنا في فرق بيني وبينك زبط عقلك على كلامي بتلاقي معي حق رح ننتقل المشاهدين على بريك طبعا بدي ذكركم على عنويننا على الفيسبوك تويتر وإنستغرام بعد البريك أرض جديدة وفرصة جديدة والباتريارك الراعي في الأراضي المقدسة بريك ونرجع نرجع معكم مشاهدينا للقصم الأخير بحلقتنا للليلة من برأيك مع الأستاذ سامير صفير اللي نحن كتير سعدة بوجودك رح ننتقل نحن بياك حتى نشوف آخر روبرتاجين منبلش بالأول اكتشف العلماء كوكب شبيه بكوكب الأرض وبنفس حجمه تقريبا من الممكن أنه تتواجد فيه ماء مما بيجعل الحياة ممكنة على سطحه وطلق على الكوكب اسم كيبلر 186F وهالاكتشاف بعزز فرضية وجود كواكب وماثلة للأرض بمجرد درب التباني أحد العلماء قال أنه هالكوكب منه توقم للأرض إنما بمثابة ابن عمه وهو بدور حول نجم قزم أصغر بكتير إن الشمس ولكن هل بيصلح الكوكب للحياة البشرية عليه؟ العلماء عم يدرسوا هالموضوع وأبدوا حماس كبيرة حول اكتشافه وأضافوا أنه بمجموعة الكواكب 116F يمكن يكون فيه كواكب مماثلة للأرض هالكوكب بعيد سنوات ضوئية كتير عنها والوصول إله بالتكنولوجيا المعروف حاليا مستحيل تقريبا إنما مين بيعرف إذا بالسنوات المقبلة رح بيتوصل العلماء لمراكب فضائية ممكن توصل بوقت معقول وتحمل حياة بشرية على متنة أحد أهم علماءها العصر ستيفن هوكنز قال إنه الطريقة الوحيدة لإنقاذ البشر هو اكتشاف مكان جديد لحتى يعيشوا عليه ولكن مين قال إنه المشكلة هي بالأرض ومش بسكتانها ماذر أيرث بقلونا شو عملنا نحن العالم اللي عايشين على الأرض بها الأرض برأيك أنا برأيي هيدا الكوكب اللي اتشافوه جديد إن شاء الله يا رب ما يفوت عليه كل اللي بيتعطى السياسة بهالعالم وكل إنسان جاهل هيدا الكوكب إذا بده نياه يصير كوكب مرتب يعني هيدا فرصة تشانس للناس المرتبة والمثقفة واللي تعبيني من إذا بدك 30% عم بحكي عليهم فرصة أن يروحوا شو بهذا الكوكب يجي عملوا كوكب عزوؤون موسيقى عزوؤون فن عزوؤون فنون عزوؤون بيئة عزوؤون تنظيم مدني عزوؤون طرقات عزوؤون هيدول إذا بس إذا فاتوا كل العالم وهدول الموجودين هلأ فاتوا عدك مش عهيدا الكوكب إذا طلوا ع السماء لحي خربطوها طيب عندك سفينة نوح أنت نوح مين بتنقل؟ عاتيني أسماء خلينا مبلش لا أسماء كيف يعني أسماء خلينا فنانين والبقاء يعطينيننا ما بدي سماء أسماء لأ قليك لي ما بدي سماء أسماء لأنه في أكتر من ذكروا أنتيني بدي سميهم وهو نوح أخذ ذكروا أنتيني لا بسمح لك بأكتر لا لا في كتير في كتير يعني عصا عيد الفن معروف أنا مين بيعتبرهم فنانين وأصواتهم حلوة كلهم لكن كل واحد عنده فن وبحاول لأنه في نوح هلأ صار بحاول فن وثقافي لأنه الإنسان المثقف ما بيخوي قد ما أزي بيرجع لوعيه لأنه بيفهم كل إنسان عنده فن وثقافة طالما بدي نقي هون للسفينة بيخذ الحيوانات كلها بيخذها لأن الحيوانات ما بتأزي نحن أقزى من الحيوانات مش الأسد ما بيأزي طعمي للأسد ما بيجي صوبك مازبوط الحي إذا ما رأيت من حدك إذا ما بتحركش فيها وبتأزيها ما بتأزيك ما في أقزى من البني إدم بيأخذ كل الحيوانات منهم ذكروا أنتية وذكروا أنتية بحطونا على السفينة بالفن بيأخذ لقيلة عنهم بالسياسة 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 ما باعرف بضل إيلي ذكروا أنتية يتاخدوا من كل العالم ذكروا أنتية واحد لا ولا من لبنان من كل بيئة من كل مطر كيف يتاخذي ذكروا أنتية بضل يلتقى يعني ما رح تفنى الدنيا منهم هل أدى فائد الأمال هل أدى بالسياسيين هل أدئر فين بيتحكوني يعني أنا هلأ بتارك بشو مبسوط مبسوط وعم بقول إن شاء الله ما تكون تمثلية وإن شاء الله ما تنقطيش أو تطلع بيخة أو تطلع تمثلية على الشعب أنا مبسوط كتير بالتقارب بين طيار الوطن الحر والطيار المستقبل أنا مبسوط بهذه اللقاءات هذه اللقاءات مهمة ولازم يلتقى بعد معهم حزب الله ويلتقى معهم بعد حزب الاشتراك ويلتقوا معهم القوات اللبنانية ويقعدوا بالشو ويحكوا ويتحاوروا مش ببريز بلبنان لازم يبلش الحوار إيه في فائد الأمل أكيد بديفقد الأمل لما عم بتطلع فيهم عبليهم متخانقين بين بعضهم مش عم بيسألوا عن مصلحة 3 مليون وأربع مليون وأربع مليون و 11 مليون بالبرازيل و 6-7 مليون منشورين بالعالم مش سألنين عنهم نحن بعدنا عم نحلم يجينا 500 ألف سيح على لبنان شو بدنا بال500 ألف سيح ما احترامي لقلهم يعني نحن من جلهم نحن إذا بيرجعوا اللبنانية بس على لبنان عنا فايد ما قلهم بيوت عنا فايد ما لنطايم بتستوعبون هاو بيكفونا إذا رجعوا ليه ما حدا عم بيشتغل عليون هيدول يعني كلنا عم نفكر دايما بأمور غلط يريد بيصير فيه تقارب التقارب المهم هيدا طيب إذا بدي اسألك عطيني اسم واحد لملحن ببقى موجود معنا الله يرحمه يعني انتقل لدنيا الحق عطيني اسم بعطيك أكتر لا بدي واحد معلم فيك كتير سامين واحد بتقوموا لو عندك الإدرا استغفر الله يعني تقوموا وتحطوا على السفيل مين بيكون أكيد أكيد عاصر رحباني محوظة الألقاء أكيد أكيد أوكي رح ننتقل للموضوع الأخير يال بسابقة ما حدست من قبل رح بيقوم البطريارك الماروني بزيارة الأراضي المؤدسة لاستقبال البابا فرانسيس هالزيارة يلي ما سبق وقامت فيها أي سلطة رسمية لبنانية أم كنسية بحجم البطريارك الماروني لقيت احتجاجات كبيرة بلبنان والتهم الراعي بالتطبيع مع إسرائيل الراعي وبحديث مع الصحافي عند عوته بمطار بيروت حسم الجدل القائم ودافع عن هالزيارة وحتى بمكان الرعا والصرف بلبنان هالبلد يلي كل شي فيه مسيس حتى الدين ما رح تمرق هالزيارة بشكل عادي ومن دون ترددات والغريب أنه اللبنانيين يلي بينادوا بفصل الدين عن السياسة هن نفسهم بيعطوا لكل شي بوعد سياسة على خطى السيد المسيح يلي أعطى مثل الخراف الضلين يلي الراعي بيترك قطيع ولا يبحث عنهم هيك صور الراعي زيارته للإدس ووعد أنه رح يدافع عن وجود العربي والمسيحي بشكل خاص بها المدينة يلي بتعتبر أقدس مكان على الأرض للديانات السماوية ثلاثة أنا رأي على القدس لأول هادي مدينتنا نحن برأيك هالزيارة صائبة أو كنت بتلاقي أنه لازم يروح ولا مش لازم يروح خليني أقلك قبل ما جاوبك على رأيي شغلة مهمة مريت فيها بالصدف أنا هلأ بعيد الفصح كنت بالعقبة طابة وعقبة على الحدود لا بالماء يعني إذا بسبح هاك شي ستسابع دايق بفطة إسرائيل أو سائبة جمعة العظيمة كنت معيك كنت عبتطلع هاك سألت قلت لهم درب الججلي من هون قدرت تبعود قال شنو ساعة بالسيارة كمعي أصحاب أردنية وسعودية لو ما عن جد شدوا علي وأثروا علي كتير وأصروا كنت رحت كنت ركبت بالسيارة وطلع في درب الججلي هذا لا يعني أني أنا عميل ولا يعني أني أنا لا أحترم دولة اللبنانية والحظر اللي حطينه هذا يعني أنه في شي بداخلي حركني دينيا عم بتطلع بعيد عني درب الججلي المسي فيها المسيح وأبرل إيامي يلي هو شي بخص ديني أنا بعيد عني نص ساعة ساعة بالسيارة نكتري مش قادر مش قادر تروح علي لماذا أوكي نرى نرجع للبترك أنه البترك إذا طلع على فلسطين وثبت أنه القتس للمسيحيين كمان هذه الزيارة فيها موقع لماذا لم نأخذ الكباية المليانية لماذا لم نأخذ الفاضي وما اجتمع بمسؤولين إسرائيليين ولا فات بتاعهم وراح استقبل بابا الفاتيكان يلي جاي وهو كونه بترك أنتاكيا وسائر المشرك رعيته كمانا إذا راح هو لهونيك تا يستقبل ضيف كبير رأس الكنيسة جاي على هونيك تا يستقبله خلص زيارته حمل حاله رجال شو بده يصير ترجع إسرائيل على البنان يعني يعني أنا شايفة تيفها بالعكس يلي كبر هيدا الموضوع هو عطي أهمية وهو لفط النظر لهالموضوع ومش بعيد يلفط النظر لإسرائيليين أنه يغزوا هيدا الخلاف بالعكس مع أنه في دول على فكرة خليجية جدا فتحة سفرات فتحة قائم ونحن منتلاقى معهم لهالعرب ومنسلم عليهم وهذا اللي بدي أقوله أنا وبيجوا لعنا ومنصطبيفهم أنا شخصيا أنا شخصيا بقول ما بدي أنتوا قلكن على البترك إذا راح على إسرائيل واجتمع بحدا مسؤول هونيك إسرائيلي وقعد عمل معه جلسة هون قلكن علي طالما كيف تقامت لإيامي على البترك سفار ليش ما بيروح على سوريا ومعهم حق كان البترك بس جلسة طلع على سوريا عاد طب ليش هلا ما بيدروح على إسرائيل طب هالمسيحيين الموجودين مش رايح على إسرائيل هو رايح على فلسطين صح طيب على القدس القدس تعني لنا الكثير تعني لنا الكثير احنا كمسيحيون وحتى كمسلمين وحتى كيهود بس ليش أنا بدي انتنع روح على القدس وانحرين اني شوف هذا الرمز الديني انت ممكن تصير عميل طب برأيك سامير ما يقبر في شي تاني عم بيحصل كمان بهذا الموضوع بإسرائيل وعم بيتم التجاهل عنه رح ندفع ثمنه بعد خمسين سنة اليوم اليهود إسرائيل عم بيصرقولنا فن العربي عم بياخدوا أغاني وكيفوها وترجموها وعم بيكتبوها بأسماء إسرائيلية وهمية كان كتابة ولا ألحى ومعن نقدر نعمل شي لأنه نحنا ما عنا علاقات معهم وممنوع تتعطى معهم حتى دعوة ممنوع ترفعوا عليهم وتتجيبها أنت ويا بالقضاء لكن لو إن نحنا مأفولين بعد خمسين سنة إذا بيمروا الموضوع دون اعتراض أو شكوى يصبح هذا الفن لهم وبيبطل لقلنا بيبطل ملكنا عم نخسر فن لقلنا اللي قال نحنا ممنوع نتعطى خيأي أنا ممنوع نتعطى مع يهودي بس مع إسرائيلي صهيوني بس أنا إذا الصهيوني يتعد علي بدي يتشك علي وبيبطل قدام المحكمة وبيبطل قضي وآخر بيحد دعوة ويقول له الله معك ما بدنا نكون مأفولين ما لازم نكون مأفولين لأنه بنهي الفن وهو ثقافة الشعوب يعني بالحرب العالمية بعتوا الأمريكان ناس اللي خلصت لوحات لبيكاسو بإيطاليا يعني بعتوا ناس حتى ينقذوا تاريخ وسقافة وتراث العالم لأنه من بعد وفي كتير طرقات وإنتو همكن بالباينتينجز وباللوحات وبالقطعات الموسيقية بس هي بالنهية اللي بتبقى هي إنعكاس للشعوب يعني نحنا إذا راح فلنا نحنا وين منكون صح أنا شخصيا مع زيارة البترك لمطرح ما بدو مع كل شي بقرره البترك هو سيد نفسه ببكركي هو الذي يأخذ القرار القرار عنده ما حدا نقوله مثل لما بقلوله البترك أنت ما تطعط السيسة هني ما يتعطو دين هو لما بدو يروح مين ما كان عم بيحكي فيه مسيحيين عم بيحكوا بدي أقول لهم أنا ما تكونوا ملك أكتر من الملك هو بيعرف شأنه هو بيعرف نحنا علينا مراقبة تصرفاته النهار اللي بتصرف غلط وبيروح لإسرائيل وبيحكي السياسة وبيتعطى مع سياسيين وبيستقبل رجال سياسيين يهود ساعة أقلقهم حقالي طالما الزلمة راح يستقبل رأس الكنيسة أنا بعتبره ما بيعمل شي غلط هو أو غيره أنا بعتبر أنه هو حر بزيارته هو سيد نفسه ما حداً إله عليه كفى بقى حداً يتهجم على بكركي سامير نحنا بدنا نتشكرك كتير بدنا نتشكر وجودك حلقتنا خلصت بتأمل هيك المشاهدين اللي بيحبوا شخصك وبيحبوا فنك وأخذوا فكرة شوية عن كمان كيف يفكر سامير غير الفن وغير الأغاني وغير التلحين نحنا بنتمنى لك كل التوفيء بأعمالك أنا بدي أتشكركم كتير يا حيو سهلا أنا التلفزيون الفيوتشر دايماً عندي معه كل سنة محطة أو محططين بحب كل الشباب بحبكم كلكون شرب الزيادة اللي معزة عندي وأنتي كمان وكل الشباب اللي عم بيطعبوا معنا وقال لي وفقكم ومارسي كتير لهالاستضافة مرسي لك مشاهدين على هون وصلنا لختم حلقتنا العمر الشيك ايه الشيك ايه هلأ حابعتلك ايه أنا القذافي هلأ حابعتلك مشاهدين وصلنا لهون لختم حلقتنا للليلي من برأيك اكيد عنويننا على السوشال ميديا عمتم رؤق ديمكن حتى نحن وياكم نتواصل حلقة جديدة من برأيك الأسبوع المقبل كينت معكم كارين سلامة تصبحوا على الف خير طيب وياه اللي بخلي شعوب الأرض تغلق تعيش الحرب وبنار الحرب ترسل واب ناس تضحق حياته كرمال الحربية وناس تخسر كيشي وع السكن ترجع تبني برأيك مش لازم نبرا مهما القيامة على ليلة رأيك ضعف ممكن يبغيح بسمع الليلة ايه بدو يرسل برأيك فينانك أبرريك شو مخبال نعمل مستقبل من حياتي تغيرت لوب لما بعمرات تتحول اشتركوا في القناة